اشتركوا في القناة 20 ألف صاروخ ستقصف المنصات النفط في الخليج من الكويت إلى الإمارات طبعا الكلام اللي قلته عن الخليل النائمة عندنا نفس الشيء في الكويت نفس الشيء في الإمارات ربما حتى قطر وعمان والبحرين فإذا إيران على مستوى نعم ربما ستدمر تضرب ضربا عنيفا من الجو لكن على مستوى الأرض ستكون في مرحلة الأولى على الأقل هي الغالبة ثم إذا سقطت الأنظمة ستكون الشعوب في وجه إيران والشعوب هي التي تستطيع أن تواجه إيران مثل ما فعلت الشعوب في العراق وفي سوريا لو لا تدخل أمريكا لو لا تدخل أمريكا والقصف الأمريكي لما تمكنت إيران من العراق ولما تمكنت من سوريا